يمكن احنا دايما بنسمع عن السرق القومي وزمان كنا يعني أسرنا كانت دايما بناخدنا في الفوسح كده وفي الأجازات بدروح السرق القومي وبنتفرج على فقرات اللي بتكون موجودة في السرق القومي هيا أنه من أيام نجح فريق السرق القومي في الفوز بالمدالية الفضية في مهرجان هانوي الدولي للفنون السرق في فيتنام ده مش أول إنجاز للسرق بشكل خاص والفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعرضية ولي بيضم فرق كتير جدا مهمة زي فرقة رضا الفنون الشعبية وغيرها خلينا تعرف أكتر على هذه الجائزة حصاد المهرجانات ونتكلم كمان عن السرق القومي مع دكتر عدل عبد الرئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعرضية سبع الخير حضرتك نوارنا في سبع الخير يوم سبع الخير سبع الخير دكتر أهلا بيك يا فاهم خلينا في البداية نعرف من حضرتك أكتر عن مهرجان هانوي في فيتنام نعرف تاريخ مشاركتنا احنا في هذا المهرجان وأيضا مشاركات الدولية فيها تنشكلها ايه؟ تمام هو الحمد لله احنا شاركنا قبل كده من سنتين ثلاثة في نفس المهرجان وحصل أحمد ياسين أحد العيب السلك سيرك المونين بجهزة تقديرية وشهادة لمهارته الكبيرة في فنون السيرك إنما المرة دي كان الموضوع مختلف كان فيه فقرة البسكليت ودي فقرة جماعية أولاد ياسين طبعا حققوا المدالية الفضية وأكهروا كل المهرجان وبعدما حققوا المدالية ابتدوا يدربوا كمان مدرسة السيرك في فيتنام على اللعب فده يعتبر إنجاز للسيرك القومي السيرك القومي مش بس إحنا عملينا في تطوير في الألعاب لا إحنا كمان على مستوى البنية التحتية في السيرك إحنا غيرنا خيمة السيرك للفترة اللي فاتت وعملنا مرحلة الأولى للتطوير وحضرت معه الوزيرة الثقافة وإستاذ الدكتورة نيفيني الكلاني غيرنا حاجات كثيرة في السيرك حاجات من الستينات ما تعملتش كل غرف اللعبين الحماية المدنية الكاميرات المراقبة يعني في حاجات ما تعملتش من 15 سنة من 60 سنة السيرك اختلف تماما جبنا شاشات داقيلية شاشات خارجية للسيرك آلات موسيقية للأوركسترا للسيرك أزياء للسيرك دخلنا ألعاب جديدة زي كرة الموت وألعاب أخرى بالفكرة احنا أصلا منتكلم عن السيرك القاومي دلوقتي وبنسمع أخبار عنه دي في حد ذاتها حاجة يعني حاجة إيجابية لأنه احنا بفعلا بقالنا حبا يعني مش بنسمع حاجة عنه وعندنا الصورة النمطية عن السيرك زي ما حادثت بتقول الصورة القديمة اللي لسه موجودة من الستيطينيات مش حيات تغيرت فمهم ان احنا دلوقتي لا السيرك بيتقفيه حاجات مختلفة في تطوير حصل فيه لأن دي حاجة مهمة برده بالضبط فإحنا عاملين على مستوى الألعاب وعلى مستوى الفنوني السيرك وعلى مستوى كمان الإنشاءات في السيرك إحنا كمان عندنا في 15 مايو إحنا عملنا كمان خيمة متنقلة عشان نقدر نلف بها محافظات مصر كلها وهنبدأ بمدينة 6 أكتوبر عشان كل محافظات مصر تقدر تتعرف على السيرك القوى من مصر وبعدين إحنا كمان عندنا فيه حاجة مهمة جدا بنعملها الفترة دي إحنا عندنا مركز ثقافي متكامل في مدينة 15 مايو مدينة 15 مايو دي تقريبا حوالي 20 مليون مواطن لأن ما بين 15 مايو والتبين وحدائق حلوان وحلوان يعني ما حولها إحنا عملين بنعمل دلوقتي مصرح وسينما وسيرك ومدرسة كبيرة جدا للسيرك لتعليم أبناء اللي حوالين مدينة 15 مايو كلها فدي هتبقى على مستوى عائل غير المبنى الإداري وإن شاء الله دي خلال السنة الجاية دي 23 وعشرين هيبقى فتاح كبير جدا وده هيبقى حدث مهم جدا في مصر لأن أول مرة هيبقى في مركز فني ثقافي متكامل بالشكل ده ده عظيم جدا فالحمد لله إحنا شغالين على كل الفنون عندنا ده غير طبعا الفرق اللي عندنا إحنا عندنا سبع فرق لا الفرق دي أريد أن نتكلم عنها بالتفصيل لكن نرجع مرة تانية للمهرجان وطبيعة مشاركتكم في هذا المهرجان انتو خدتوا الميدالية الفضية التقييم بيكون على أساس إيه؟ هل على أساس الحضور؟ هل هو جماهيري أكتر ولا فيه لجان للتقييم؟ لا لا فيه لجان طبعا فيه لجان واخترت وبعناية شديدة يعني إحنا كان فيه بيلا روسيا مشاركة فيتنام كندا يعني الدول مش قليلة يعني من الليلة المتقدمة في فنون السرق فإحنا معانا أن إحنا ناخد الفضية دي حاجة كويسة جدا لمصر والسرق قوم المصر التقييم كان على أساس؟ على أساس أن اللعبة جمعية يعني إحنا السنة اللي فاتت كان الألعاب يعني السنة التين اللي فاتوا كان الألعاب فردية السنة دي اللعبة جمعية فهي دي اللي خلت يعني اللجنة خصصة المديلة لأن تقريبا يعني كل الألعاب معظمة كان بتبقى فردية إنما دي اللعبة جمعية معمولة بشكل متكامل على مستوى عالي فني جدا تحس إنه واحد اللي بيعملها بس هم أربعة اللي بيعملوها وطبعا كان رئيس البعث الأستاذ واليق طبعا مدير عام السرق واللعبة دي كان مقدموها أحمد يسين ومحمد يسين وخاليد يسين وواليد يسين عشان من ننساش يعني مجهودهم ده أليسين كل التحية الأليسين طبعا طبعا هم من أهم الناس في السرق يعني عيلة مهمة جدا زي وفي عائلات كتير في السرق أهلت الحلوة دي إنه مخصصة طبعا من أشهر العائلات طبعا في الأسود وترويض الوحوش يعني في عائلات كتير في السرق مهمة جدا وليها تاريخ عظيم يعني طيب حضراتكم بتتكلم عن وجود مدرسة يعني مدرسة تعليم فنون السرق يعني أنا مش عارف أنا عن نفسي كان عندي معتقد كده إنه بتبقى مهنة متورثة إنه هل فكرة اللي يبقى فيه مدرسة للتعليم فنون السرق دي حاجة جديدة ولا كانت موجودة لا هي كانت موجودة قبل كده زمان بس إحنا دلوقتي عدنا إنشاءها ومنعمل لها كمان يعني تقنيات حديثة يعني المدرسة دي فيها حاجات تجهيزات على أعلى مستوى بالشكل العالمي يقدروا يعملوا الحاجات اللي هي في الهوى دي من سن كام يا فندم ولا يعني دي من سن 8 سنين من سن 8 سنين وبعدين هي مش مرتبطة بالعائلات بس إحنا كمان بنشوف حوالين المكان وكمان المدرسة دي أنا هفعلها في كل محافظات مصر بعد كده يعني مش هتبقى في حلوان بس لا هتبقى في قاهرة وحلوان وجميع محافظات مصر إن شاء الله في الفترة اللي جاية يعني بإذن الله دكتور أداء أذن نكلم حضاك عن الفرق حضاك لكم سبع فرق داخل إحنا عندنا الفرقة ريدا طبعا فرقة براند يعني وفرقة قومية براند يعني من الفرقة العظيمة إحنا فرقة ريدا بتعرض دلوقتي عن مصرح البلون وأنا بدعوكم إن أنتم تتيجوا تشوفوها بالشكل المتطور جدا اللي معمول عندنا فرقة ريدا الفرقة القومية فرقة أنغام الشباب اللي فيها شباب لايف اللي هم المطربين الأربع المهوبين اللي غانوا قدام فخمة رئيس عندنا كمان فرقة الغنائية الاستعراضية المتخصصة في الأعمال الغنائية الاستعراضية اللي عملنا من خلالها منصرحيات كتير مهمة زي مصرحية سيرة حب سيد وفيه كمان عملنا سيد دارويش بس عن طريق فرقة أنغام الشباب يعني إحنا مهتمين بكل حاجة مهتمين بالشكل الفني التراسي والأدبي في العروض بتاعتنا ومهتمين بكل عندنا كمان فرقة القومية للموسيقى الشعبية والإنشاد الديني دي فرقة مهمة جدا فيها دي أنا والمراس معانها اللي موجودة لا دي هيلة جدا وليها جمهورها بيتفرج على الموسيقى الشعبية والآلات الشعبية والشكل الشعب المهم ومتفرج على الإنشاد الديني وعملين عروض جميلة جدا عندنا فرقة تحت 18 اللي عملت ألس في بلاد العجايب وعملت علي بابا والأربعين الحرام اللي مصرح عرايس وعلى فكرة خادت برضو أحسن عرض في مهرجان طازة الدولة في المغرب والفترة جاية يوم 19 مسافر تونس مهرجان نيابلس في المصرح الطفل فإحنا الحمد لله فرقة رضا عمل اشتارة مهرجان جارش اشتغلوا في أكاديمية روما فرقة قومية راحوا للأردن العروض بتبقى سابتة يا فندم مع اختلاف الأجيال ولا ممكن مثلا جيل جديد يأبتكر عرض جديد لا احنا حقيقة احنا ما بنلعبش في التراث يعني احنا ايه الابتكارات بتبقى في العروض المسرحية أكتر يعني في العروض المسرحية أكتر انما احنا تراث محمود رضا وفريدة فهمي احنا بس بنعمل ايه يعني انا جبت في المسرح شاشة بنقدم من خلالها مادة في المية لفرقة رضا بنعمل خلفيات لكل عرض بنعمل سعيدي خلفية بنعمل فلاحي بنعمل اسكندراني بنعمل نوبي كل حاجة لها نفس حكاية الفرقة عملنا ملابس جديدة لكل الفرق ده طبعا ما حصلش من سنين طويلة جبنا آلات موسيقية لكل فرق زودناهم بعناصر لأن طبعا الأعمار بتكبر فما بقاش في فرق فاحنا زودنا كمان عناصر في الفرق ده ركسين وركسات وموسيقيين كمان بقى عندنا أركسترة أول لما أنا توليت من خمس سنين كان معظم الوقت بيشتغلوا بلاي باك حتى البلاي باك إحنا سجلنا جديد لفرقة رضا ونعمل ده القومية عشان لما يسافروا برا مصر يبقى البلاي باك مظبوط يعني يعني معمول بشكل كويس فإحنا طورنا في الفرق في الحداثة في إزاي تقدم الفرق إزاي تقدمهم للجيل الحديث إنه هو يشوف شاشات يشوف خلفيات يشوف ملابس مبهرة إنما طبعا الرقصات اللي هي لقصة البلدنا اللي هي الحجانة يعني الحاجات التراثية إحنا مش بنسبتة ما ينفعش نلعب فيها لأن ده تراث إنما ممكن فيه شباب إحنا قدمناهم من فرقة رضا والفرقة قومية ابتدوا يصمموا رقصات جديدة فده بقى اللي إحنا عملنا إن إحنا ابتدوا نطلع كمان مصممين جداد يعني دلوقت أنا بعمل شفيقة مصرية عرض مصرحي اسمه شفيقة مصرية مصممة الرقص والبطل بتاعته بطلة فرقة رضا فده حاجة كمان بنعمل سلامة حجازي عملنا سيد درويش عملنا ألمز وعبد العمولي عملنا سيرة حب الباليك حمدي عملنا زؤال مدأ آخر حاجة كان بالتعرض زؤال مدأ حاجة من نجيب محفوظ طبعا هاي زي ما حادثت تقولي دكتور فكرة إن إحنا يعني محافظين على التراث وكمان إحنا بنعمل عروض جديدة دي مهمة جدا بس دلوقتي لو حد بيسمعنا وحاسس إنه عنده الموهبة ممكن إزاي يتواصل معاكم إزاي ممكن يكون فرد من أسرة الفرق القومية إزاي ممكن يشترك وهل لازم يكون مؤهل ولا لو حاسس بس إنه عنده لسه بوادر يعني الموهبة ممكن يجي هو هيبقى فيه تدريب هناك لأ حركة إحنا عندنا في مدرسة الفرق القومية الفرق الشعبية ممكن يقدم فيها برضو من سنة تسعة سنين وفي مدرسة ريدا برضو ممكن يقدم فيها ولو يعني عنده موهبة في الغنى يجي يقدم في فرقة عنغام الشباب في الإنشاد الديني يقدم في الموسيقى الشعبية والإنشاد الديني إحنا عندنا كل الفرق يعني الميزة عندنا إن إحنا عندنا تنوع إحنا البيت الفان فنو الشعبية والاستعراضية يعني متخصص في العروض المسرحية ومتخصص في عندنا الفرق الشعبية الفرقة ريدا قومية هما الفرقتين البراند اللي موجودين في مصر يعني. وعندنا الفرقة القومية لمساقش الشعبية والإنشاد الديني. وعندنا العروض الغنائية الاستعراضية اللي احنا رجعناها. يعني احنا رجعنا المصرح الغنائية الاستعراضية. يعني احنا بعد ما عملنا سلة حب. بعد كده ابتدوا يعملوا بقى ببرة في الدول العربية. أمه كلسوم وعبد الحليم. ده بعد ما بيت الفن في المشاعبية وإزارة الثقافة قدموا الفن بتاعنا يعني. طبعا نشكر شكرا جزيلا لشرفتنا ونورتنا الدكتور عادل عبد ورئيس البيت الفنية للفنون الشعبية والإستعراضية. ألف شكر ليك يا فن. بسيئة بسيئة.